اليوم الذي نتحدث عن أندرويد 14 موجود في قلب One UI 6 على تليفونات سامسون موجودة الآن في بيتا سامسون S23 Ultra التليفون هنا لديه تطبيق بيتا الموجود منه ومميزات جديدة تغييرها ويجعلها تغييرها كما كانت من قبل لكن الحلائق فيها على قليل يصير فينا نرى ماذا تفكر سامسون تغير بالمستقبل بتليفوناتنا أنا طاري، دعني نتحدث عن الأشياء الجديدة التي اكتشفتها بالأندرويد 14 في One UI 6 على التليفون S23 Ultra الموجود معنا هنا موسيقى اعملوا لايك ويسجلوا على الكنال حتى دائما تعرفوا عندما ننزلكم فيديوات جديدة أولا ما نتحدث عنه هنا، أنا منزل التطبيق الجديد عليه هنا هذا البيتا موجود عليه لتغييرها للتليفون ومثلت لكم التطبيق هو One UI 6.0 موجود على أندرويد 14 موجودة وهذا البيتا موجود عليه للتليفون S23 Ultra وموجود عليه هنا موجود في أول أغسط من ٢٠٢٣ معناتك أحسن شيء موجود عليه للتليفون وكل التجديدات الموجودة هنا أولا ما نتحدث عنه الشغلة المهمة التي تشاهدها دغري عندما ندوره للتليفون هي النوتفيكيشن هذه الشغلة الجديدة الموجودة هنا لـ S23 Ultra سوف نفتح لكم هنا، سوف نفتح Z Fold 5 سوف نفتحه هنا كما رأيته يغيروا عدة شغلات، أولا ما نقول أنه يكبر الزرار وعملون باختيارات موجودة خصوصياً لدينا الشاشة التي تعيطت الأسع لدينا الزرارات موجودة على تحت لدينا زر الخصوصي له الـ Device Control الذي كان موجود من فوق على الشمال يزل له تحت على اليمين وميديا output نزل له من فوق إلى اليمين لتحت على الشمال لدينا الاختيارات موجودة هنا لدينا عيون سلايدي كما نريدها لدينا عدة شغلات نزيدها الـ Wi-Fi والـ Bluetooth خصوصياً لدينا الزر موجودة لفوق ولكن لدينا كل شيء مزبوط لدينا الاختيارات الموجودة هنا الـ Power Button موجودة هنا لدينا انسى لأن هذا لا تستعمله لدينا نريد الاختيار هنا لدينا أيضاً نستطيع الـ Search وكل هذه الشغلات موجودة داخلها كثيراً جميلة ومنظرة كثيراً مهضومة وكل شيء يمشي جميلة إذا نفتحه على الـ Setting ونرى صورتنا موجودة هنا لدينا الاختيارات جميلة تقريباً نفس الشيء موجودة أنا هنا مدور الـ Developer لكي نرى واحدة زيادة ولكن لدينا كله يمشي من نفس الشيء هذا هو الأول ما نرى هنا ونبدأ تحدث الشغلات الآن الجدد أيضاً الاختيارات هنا شكل جيدة لدينا نفتح الـ Gallery App موجودة هنا على التليفون ونفتح التطبيق ونفتح الصور هنا أول ما نرى لدينا الاختيارات تغير نقل قليلاً من التليفون إذا نرى إلى خمسة اختيارات لدينا خمسة جيدة الثلاثة الثلاثة الموجودة هنا لدينا فوق اليمين ولكن هنا تضيفنا الزر الثلج المفرون كأنه تغيرها ونفتح الثلاثة الثلاثة ونقوم بإنساء نقوم بإنساء صارت نفس المعلومة هنا لكن إذا ترون الاختيارات التي توجهنا يصبح رميسطر ومثلت ومثلت وبرجة والشركات ومثلت بإنساء ثلاثة دقائق لنذهب الوائل 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 الموجود ونخبّيه جوه 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 الآن صارت بنص الصورة بتمشي مظبوط وشكل جيد ونرى بسرعة نستطيع أن نغييرها ونقوم بتقوم بالكاميرات الموجودة فيها هذه الشيئ جديد ومبسوط منها كثير من الاختيارات الموجودة فيها إذا كنت ترونها، هذه ستكون سامسون الجلولة بقلب التلفونيات ستجدد إن شاء الله مع 1.UI 6.0 الشيئ الجديد الذي سنتحدث عنه أيضاً هنا بإختيارات الكاميرا عندما نفوت على الكاميرا، سنختار الإختيارات للصور في الفيديو التي نستعملها مثلاً إذا نقوم بعمل 8K على 60 فريم سيكون الآن سنقوم بإختيارات هنا، نقوم بإختيارة واحدة إلى الثانية بدلاً في الماضي، يجب أن نقرأ كل هذه الموجودة وإذا الشاشة طويلة ونحيفة، كما ترونها كثيراً صغيرة موجودة هنا هذه نحيفة حلوة كثيراً، نستطيع أن نرى إختيار مزبوط بـ 8K بالـ UHD، بالـ Full HD، وأيضاً يمكننا أن نقوم بإختيار مزبوط ونثبتها الكاميرا الأشياء جاءتها، والكاميرا الموجودة هنا الآن، الشيء الثاني الذي أعجبتنا فيها هنا نقوم بعمل الشيء الجديد يسمى الـ Widget للكاميرا هذه هي الطريقة التي نستعمل الـ Widget هنا الذي نقوم بعمل الشركة للكاميرا، معناتكم؟ هذا إذا كنت قرأتها، سوف يفتح للفيديو ويقوم بعمل فيديو للكاميرا الموجودة هنا الثاني، سوف يفتح للكاميرا الموجودة هنا ونضغري على الـ Hyperlapse هذه هي الأشياء كثيراً كثيراً، نقوم بعمل على الـ Wallpaper ونقوم بعمل الـ Widget على الشاشة، نقوم بعمل على الكاميرا ونقوم بعملها ونقوم بعملها على الـ Lock Screen بعد ذلك، نستطيع أن نسميها، نستطيع أن نسمي الـ Widget ونستطيع أن نغير الاسم، نقوم بعملها Custom Camera ونستطيع أن نختار ما هو الذي نقوم بعمل نريد أن نستعمل الكاميرا الموجودة، سوف نقوم بعمل الـ Front هؤلاء كل الإختيارات لدينا Portrait Video, Director View Single Take Night, Pro Video كل هؤلاء عملات جداً، سوف نقوم بعمل على Portrait لأيضاً أختيار والذي أريد أن نقوم بعمل هذا الزر بعد ذلك، نقوم بعمل صورة ونقوم بعمل صورة وعندما نقوم بعمل صورة مجرد أن نقوم بعمل صورة ونقوم بعمل زر الصغير، نقوم بعمل حجمه ونقوم بعمل بعمل ونقوم بعمل بعمل ولكن لنقوم بعمل هذا الزر، ستقوم بعمل الكاميرا الموجودة ونقوم بعمل على Portrait كما تفعلون عدة اختيارات جميلة جميلة نستطيع أن نضبطها على الهيبر لابس ونستطيع أن نفعل هذه الأشياء هنا ونستطيع أن نفعل الفيديو كثيرا جميلة ومهضومة وكل هذه الأشياء مضبوطة على الكاميريات يمكنكم أن نضبط الأختيارات الجديدة من هنا ونستطيع أن نفعل الاختيار الجديدة الأشياء الجديدة التي أعجبتني فيها هنا أن نفعلها على الوقت سكرين دعنا نطفل التلفون ونقلها سنفعلها على الـ Customization سوف نستطيع أن نقوم بإمكانها وسوف نقوم بإمكانها بالـ Fingerprint وسوف نفتح كل من الـ Telephone من جهة اليمين على الـ Fingerprint الأشياء الجديدة التي تغيرها هنا عندما نحاول أن نغير الاختيارات لنا على الساعة لدينا اختيارات لنستطيع أن نغير التوقيت النوعية الساعة ومطرحة ليس مطرحة نوعية فقط كلما موجود هنا تعطينا عدة الاختيارات وهنا نعشب نفس الشيء لدينا نفس الاختيارات وشغلة أخرى الأشياء الثانية التي أعجبتني فيها هنا لأننا لا نستطيع أن نغيرها لا نستطيع أن نكبرها لكن لا يمكننا أن نقوم بإمكانها بالإمكان هنا قد أصبح فيكم أن نقوم بإمكانها وضعها على المطرحة التي تغيرها ويوجد أن نغير الحجم لكن الأهم شيء أن يكون لدينا أن نزيحها إذا نقوم بعمل Lux Clean wallpaper مثل هذا لكن لا أريد أن أضعه هنا يمكنني أن يظهر قليلاً إلى أخرى يمكننا أن نصغر قليلاً لك لكي تأخذ كثيراً المسافة ونستمتع بالفيديو وإذا دخلها مطرح ما هي فينا نزلها، منقدر نزيدها، منعمل اللي بدناها، هذه الشغلة كثيراً معجب فيها كثيراً موجودة بقلب السيستام كثيراً هيني بس بتكبسوا على الوالبابر من التليفون على الوقت سكرين، بتغيروا الاختيارة من هناك وكل شيء يمشي مضبوط، تفتحوا وتضعوا لكل كود تبعاكم الشغلتان الثاني اللي جايين هلأ كمان بقلب السيستام على تحت الستنجز موجودين هناك إذا نفوت على الستنجز، نفوت أول شيء على السيستام مكتوب بسكوريتي و برايبسي هنا لدينا عدة الاختيارات الموجودة في قلبه للتليفون لتفرجينا ما هي السيكوريتي لدينا الشغلة الجديدة التي أعجبتني فيها، لدينا شغلة جديدة اسمها AutoBlocker AutoBlocker هذه الشغلة التي نزلوها جديدة بالاندرويد 14، وهو الشغلة لا نشوفها بالتليفونات الثانية عندما تتفكروا أن تنزلوا أب ستور من شركة ثانية، هم لا يعترفون فيها، يمكنني أن تنزلوهم للتطبيقات وهذا يمكنني أن تحميكم قليلاً إذا لديكم شك في هذا الموضوع Turn on App Security Check، يمكنني أن تنزلو التطبيقات التي تنزلوهم لكن أهم شيء هي هذه الشغلة الجديدة التي نسمعها فيها كثيراً في آخر سنة وهذه الشغلة عندما بدأ الناس يسافروا ويستعملوا تشارجرز بالمطارات وكل هذه الشغلات ويخافون من الناس تحاول تسرع معلوماتهم من التليفون AutoBlocker التي تعمل علينا تقول Blocks Commands by USB Cable هذا غير الاندرويد USB Debugging التي ندورها، وهذه الشغلة معمولة خصوصية هذه هي معمولة للمطارات الماليسية التي نرى في المطارات الكمبيوتر وحتى أيضاً الشرائط والتطبيقات الأخرى لأنهم يستعملوا التليفون على التليفون عندما يستعمل شريط USB على التليفون هذه المهمة إذا كانت خاصة لديكم هام ومختصين بهذا الموضوع ويتم تعرفون كيف يستساعدوا حالكم وتحموا حالكم من هذه المشاكل هذا الإختيار موجود داخل تدوروها لدينا أيضاً معنومات لديهم مثل الرخصة لديهم تدوروها لدينا مستعملات موضوعات ومشاركة موضوعات ومشاركة موضوعات الآن، إذا نذهب إلى حالة السافتي والإمرجنسي سألنا شغلة أخرى جديدة أيضاً اسمها هذا الشغلة التي استمعناها أن جوجل وإعطال يعملون مع بعض حتى نستطيع أن نعرف عندما يستعملوا الـ AirTags ويستعملوا على التليفون ويستعملوا على التليفون اسمها مجرد أن تدوروها من هنا على اليمين أتقلكم إذا كانت أيضاً أو شيء مثلها ويستعملوا على مسافة ويستعملوا على هذا التليفون لذلك، لا تقلقات موضوعات ويستعملوا على التليفون اليوم ساعة 51 لكن إذا كنت تعملوا تفتحوا على التليفون وترى إذا كانت أي شيء موجود يستعمل بلوتور تراكر أو AirTag أو هذه الأشياء وهذه هي سعادة كثيرة لأن هناك أحد يحاول أن يلحقنا أو يعرف أين نحن من غير ما يقضلنا ويستعملتنا كثيراً لأن النزام الجديد الموجود هنا ومنية أن نضعي للسيستام الكامل للإندروي 14 أن نستعمل من غير إشكال عندما نفتح الريسنس أب إذا كنتم بحياتكم استعملتم تليفون سامسون وركبتم تليفون مثل النوفا برايم أي شيء غير الـ One UI تكونوا روحظتم أن الريسنس أب لا تمشي مضبوط وعندنا عدة شغلات نقصة بهذا النظام والبيتا الموجودة لا يوجد بشكل رهيب ولا يوجد أي إشكال أمنيتك أن عندما ننزل للتطبيق الكامير ونرى تليفونياتنا جديدة أهم شيء أيضاً إذا كنتم تعملوا أنتم التطبيق على هذا السيستام كثيراً كثيراً إذا كنتم معكم التليفون S23 Ultra وعايشون في بلد هنا من نزلين البيتا فوتوا على التطبيق الذي على التليفون اسمه موجود على التطبيق على التليفون عملوا التفتيش عليه وتفوتوا إلى الداخل مثل الإختيارات لفوق الصور فتش على واحدة تقولكم الـ Open beta للتليفون الآن أنا بالنسبة للتليفون لأنني تحولت على البيتا موجودة ولكن هناك أيضاً للساعات وليس هذه الزديدة هذه الـ Watch 6 الـ Classic الساعات القديمة ينزلون بيتا لأنهم أيضاً لتطبيق الجديد هذه الأشياء جميلة تستطيعون أن ترى وتضبطون فيها إذا كنتم موجودة تجربوها وعندما يأتي التطبيق الجديد من سامسون ساعاتها تنتهي البيتا ونزلوكم تجريد الكامل الذي يقلبكم من البيتا للصفتوير للصفتوير الأساسي منهم وكل شيء يمشي مضبوط لذلك لا يوجد أي أشكال وكل شيء يعمل على التليفون على الـ S23 Ultra وأمنية أن نرى تليفونات ثانية تنزل عليهم البيتا ونستمتع فيها هناك هيا شكراً جزيلاً على كل الناس كل المعلومات التي لدي موجودة هنا أنني وجدت الكثير من الأشياء عندما نزلت البيتا لكن هناك أيضاً استعملت موضوع على شركة XDA سأعطيكم اللينك موجود لتحت من زميلي Adam Conway وهناك فارجينا عدة شغلات زيادة خاصة الشغلات الموجودة في قلب الـ Security Settings أمنية أنا إذا أعجبكم هذا الفيديو أن تعملوا لايك وسبسكرايب وإن شاء الله بالمستقبل سأبدأ تنزل الفيديوهات زيادة أيضاً أعرف أن أنا مصر لأنني نزل كثير فيديوهات على كنال العربي لكن سأحاول أن أفتح يساعدني أنني أقدر أعمل الـ Editing للفيديوهات العربي حتى أستطيع أن نزل هذه الفيديوهات لأيكم أراكم إن شاء الله في الفيديو جديد